من دقائق معدودة جالنا خبر وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر 72 عاما بعد صراع مع الكورونا توفت المعلومات لسه المبدئية لنقول لحضراتكم لسه من 10 دقائق ربع ساعة الخبر المؤلم ده جديد فما عندناش تفاصيل كثيرة ولكن هي كانت مريضة طبعا بقالها مدة وطلع حتى الاسبوع اللي فات إشعاعات كثيرة عن وفاتها ولكن الآن وفات الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت أستاذة في كلية الشريعة وكانت يعني من العلماء المحترمين كانت بتتبنى الفكر الوسطي كان لها سماحة وطيبة ورحمة غير عادية كان عندها يعني بتقوم بنفسها برعاية لبيت من بيوت يعني رعاية الكبار في السن وكانت بتقوم بهذا الأمر بنفسها يمكن من شهرين تلاتة كانت كانت معانا في مداخلة بتتكلم عن يعني إزاي إنها بتحاول توفر لكل الناس اللي موجودة في هذا البيت رعاية من الكورونا ولكن يبدو إنها كمان يعني في ظل يعني عملها ده أصيبت بهذا المرض العين هذا الوباء العين طرحل عننا عبلة الكحلاوي وطبعا تاريخ طويل من البرامج التلفزيونية تاريخ طويل من المؤلفات عدد كبير من التلاميذ والأتباع كانت نموذج للسماحة نموذج للوسطية نموذج للطيبة نموذج للرحمة كنت تشعر إن عبلة الكحلاوي هي أم الجميع وهي من عائلة كل اللي فيها ناس قريبة من ربنا وقريبة من ذكر الله وقريبة من الدعوة يعني فقدنا اليوم قيمة كبيرة وكان وقت هذا الأمر حكر على الرجال فقط ولم يكن يعني يتصدى لهذه الدعوة أو هذا الأمر إلا الرجال ولكن عندما دخلت عبلة الكحلاوي هذا المجال أكبرت الجميع على احترامها وناس كتيرة كانت تأخذ بقراء فقهية كثيرة للحج عبلة الكحلاوي وجودها كان هادئ وجودها كان ناعم لا تتذكر لها أراء شازة أو أنها مثلا كانت تلقي بأراء من أجل الشهرة أو يعني الفرقعات الدينية أو الصحفية رحم الله عبلة الكحلاوي وتاريخ طويل من العمل في العلم وتاريخ طويل من الرعاية الرعاية كانت بترعى مسنين وكانت بترعى أطفال وكان الناس كلها بتقف وراها طبقا لسمعتها الطيبة الطاهرة ست أميرة يعني التعبير بتاع ست أميرة تحس أنها أميرة فعلا تحس أنها أمك تحس أنها جدتك تحس أنها أختك الكبيرة الله يرحم عبلة الكحلاوي وطبعا يعني البركة في أبنائها وفي عائلتها وكنا قريبين منها وكانت بصراحة أنا عارف فيه ناس جايز تسمع الكلام ده وتستغربه كانت بركة عبلة الكحلاوي كانت بركة عندما تكون قريب منها أو تكلمك كان يبقى يوم بركة عندما تطلب منك طلب تشعر أن أنت بتعمل حاجة سيعود عليك من وراها الكثير من الرزق والبركة كانت ست محترمة ست طيبة ست عالمة فاضلة يعني كل الصفات الجميلة محبة لبلدها محبة لأبنائها محبة للوطن وكانت تعيش حياة بسيطة جداً حياة يعني يعني ليست فيها الكثير من الطرف كل حياة كانت موجهة لفعل الخير وموجهة للعلم ومدارس العلم ودروس العلم ومجالس العلم الله يرحم عاملة الكحلاوي ويصبر أهلها ويصبر كل أتباعها ويعني زي بقول لحضراتكم الأيام اللي فاتت كان كثير من الناس يقول لك مش قادرة تتنفس تعبانة ادعولها تعبانة حقيقي مش قادرة تتنقو لكن طبعاً يأتي هذا المرض العين وخاصة يمكن لو فيه سن كبير أو كده ويقضي عليهم قضاءاً مبرماً مهما كانت يعني الرعاية الصحية ومهما كانت الطريقة اللي بنقدم بيها الأدوية ولكن يظل هذا الوباء وباء العيناً ولكن طرحل عنا عبلة الكحلاوي وهي تاركة وراءها ذكرى طيبة و يعني سمعة جيدة وأي حد يسمع الخبر يترحم عليها ويقرأ لها الفاتحة إن شاء الله ربنا يرحمها ويدخلها في جناته ويعني ويصبر كل أهلها وكل تلاميذها وكل مورديها الله يرحم عبلة الكحلاوي زي ما بقول لحضراتكم من يعني عشر دقايق ربع ساعة هذا الخبر بدأ في يعني الانتشار يمكن شفناه أول ما شفناه في اليوم السابع ثم بعد كده شفناه في عدد من المواقع الإخبارية الله يرحمه ترجمة نانسي قنقر